إضاعة الفرصة غصة اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب في الثالث من فبراير عام 2002 اعتلى حسين بدر الدين الحوثي المنبر في صعده ونقل لأنصاره كلاما نسبه إلى علي بن أبي طالب إضاعة الفرصة غصة واغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب ذهب الحوثيون يغتنمون الفرص حتى أسقطوا صنعاء عاصمة البلاد واليوم يقتنصون فرصة جديدة ويتحدون العالم رفض الحوثيون تمديد الهدنة رغم الدلال العالمي والتنازل المحلي رفض الحوثيون تمديد الهدنة هذا وقت مثالي يعتقد الحوثيون لابتزاز الآخر وفرض الشروط يحتاج العالم إلى النفط الخليج ينتج النفط الحوثيون يهددون باستهداف منشآة النفط يحيى سريع الذي يصف نفسه بالناطق العسكري باسم الحوثيين يقول القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة ما دام الدول العدوان الأمريكية السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية وقد أعذر من أنذر هذه بضاعتكم ردت إليكم من أدخل الحوثيين بالأمس صنعاء هاهم اليوم تحت تهديد الطائرات المسيرة هذه بضاعتكم ردت إليكم المجتمع الدولي الذي كثيرا ما غضت طرف عن نفعال الحوثيين يحصد اليوم قلقا على أسواق الطاقة أرادت السعودية إنهاك اليمن بالحوثيين وأراد العالم إنهاك السعودية بالحوثيين لدغ الحوثيون الجميع وهاهم يهددون دول النفطية ومصالح دول أخرى تحتاج إلى الدول النفطية ذوقوا ما كنتم تعملون أنور عشقي الضابط السعودي وقد لا أكون قد أفشيت سرا فالحوثيون قد وعدوا لولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سيضربون الإرهاب ولكنهم وجدت لولايات المتحدة الأمريكية أنهم خذلوهم وذهبوا إلى صنعاء واحتلوها لهذا الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة أيضا خذلوا طبعا دولة من دول المجلس التعاون وأنهم سوف يضربون فئة معينة في اليمن ولم يقوموا بذلك بل أخذوا الأموال الطائلة وأخيرا وعدوا المملكة العربية السعودية وعبد الملك الحوثي نفسه وعد المملكة العربية السعودية وقال بأني مستعد أن أتعاون مع المملكة العربية السعودية وأترك إيران وجاء هذا الموضوع ما هي أصلا المحاور النقاط العناصر قل ما شئت المقترحة لتمديد الهدنة يطلب الحوثيون فتحا غير مشروط لمطار صنعاء قبلت الحكومة توسيع نطاق الرحلات يريد الحوثيون رفع كل القيود عن ميناء الحديدة وافقت الحكومة على مزيد من التسهيلات لدخول الوضائع قالت الحكومة سنسهم في دفع رواتب الموظفين وفق كشوف ما قبل انقلاب 2014 رفض الحوثيون أن تشارك إيرادات ميناء الحديدة في دفع المرتبات اشترطوا اعتماد كشوف جديدة وإضافة من يسمونهم بالجيش واللجان الشعبية لماذا لماذا لا يوافق الحوثيون على تمديد الهدنة إنه الإمعان في استغلال الفرص إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكون ما يقوله الحوثيون وما يقوله التحالف فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة دون قيود وتسليم الرواتب موظفي التولة من النفط اليمني المنهوب قضايا محقة طرحتها صنعاء للقبول بتمديد الهدنة تلح الميليشيات على الفتح الكلي واللا مشروط للمطار كذلك الأمر بالنسبة لميناء الحديدة إذ يرفض الحوثيون دفع تلك الرواتب من عائدات مشتقات الوقود التي تدفقت عبر ميناء الحديدة ليس هذا فحسب بل فاجأ الحوثيون الوسيط الأممي بمطلب جديد يتمثل في دفع رواتب عناصرهم من قبل الحكومة الشرعية وهو المطلب الذي رفضته الشرعية رفضا قاطعا باعتباره خارج سياق أسس الهدنة ومبادئها ألوية الوعد الحق يظهر من جديد إن كنت قد نسيته هفكرك في يناير 2021 قال فصيل عراقي لا ترى له سوى بيانات منشورة على منصات التواصل قال إنه أطلق مقذوفات نحو الرياضة بعدها بأيام قليلة هدد باستهداف برج خليفة الإماراتي هذا الفصيل هو ألوية الوعد الحق وفق تقارير صحفية يقع الأخير تحت الإشراف المباشر لفيلق القدس الإيراني بعد فشل تمديد الهدنة في اليمن انضم هذا الفصيل إلى الحوثيين وهدد معهم باستهداف ما وصفه بالتحالف المشؤوم من حق الآن من حقك من حقه أن نطرح هذا السؤال لماذا قد تدفع إيران أذرعها نحو التصعيد في المنطقة خلال هذه الفترة هذه ألوية الوعد الحق تقول لقد انتهت الهدنة المؤقتة بين أهل اليمن وأصحاب قرن الشيطان يقصدون السعودية وهنا نؤكد أننا ماضون بالوقوف مع الأشقاء في يمن العزة والبطولة والجهاد الآخر المطاف وليعلم التحالف المشؤوم أنه إن لم يكف شره فسيناله منا ما يسر الصديق ويغيض العدو للشركات العاملة في أرض الجزيرة نقول أحزموا أمركم قبل فوات الأوان فهذه الجولة إن حدثت ليست كسابقاتها والسلام على من اتبع الهدى يعود محللون استمعت إليهم الليلة الماضية قليلا إلى الوراء ويقولون تزامنت الهدنة في اليمن مع مفاوضات سعودية إيرانية من ناحية ومفاوضات إيرانية أمريكية من ناحية أخرى تعثرت على ما يبدو هذه المفاوضات فاتخذت إيران قرار التصعيد ينظر آخرون إلى الوضع الراهني في إيران ويقولون انفجار الوضع وتنامي الاحتجاجات بعد مقتل مهسى أميني وهذه قضية لا شك سمعتم عنها يجعل التصعيد خارج الحدود بالنسبة لطهران وسيلة للهرب من إزعاج الداخل مروان قبلان مدير واحدة السياسات في المركز العربي ننتبه إليك فيما يتعلق بموضوع اليمن أن الهدنة أصلا تزامنت مع بدء مفاوضات سعودية إيرانية في بغداد ما حصل الآن ربما يجب أن أخذ هذا بعين الاعتبار أن هذه المفاوضات السعودية الإيرانية الأمنية فشلت في الوصول توقفت تعثرت كان المفروض أن هناك جولة سادسة تأقد لكنها لم تأقد هذه الجولة كان المفروض أن تنتقل من المسار الأمن إلى المسار السياسي لم يحصل هذا كان هناك توقع بأن يحصل اجتماع على مستوى وزراء خارجية البلدين لم يحصل كذلك وفوق ذلك تعثرت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعثرت المفاوضات الإيرانية السعودية في بغداد تعثرت المفاوضات النووية بين إيران وغين الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أعتقد أن هذا مرتبط ارتباط وثيق الآن بما يجري في اليمن بموضوع الهدنة هناك من يتوقع أن يقبل الحوثيون تمديد الهدنة خلال أيام يعول هؤلاء على أمرين ما هما هما إما أن تتنازل الشرعية ومن ورائها التحلف أكثر أو أن يرضخ الطرف الآخر الغارق في المكاسب أصلاً لما يبدو أنها رغبة دولية يعرف الحوثيون أن العالم يحتاج اليوم إلى هدنة في اليمن سيذهبون وفق محللين إلى أبعد نقطة يمكن أن يصلوا إليها ثم يقبلون في النهاية هذا التحليل مردود عليه من آخرين كلما اقترب العالم من مطالب الحوثيين قفز الحوثيون إلى مكان آخر يمشي إليهم العالم فيهرولون مبتعدين لم يعد مطلبهم مثلاً محصوراً في أن تشمل المرتبات أنصارهم لقد ذهبوا للمطالبة بمرتبات ست سنوات مضت يدفعك هذا من جديد للتفتيش عن إيران ما الذي تسعى إليه؟ حسين العزي وهو نائب وزير خارجية الجماعة يقول حقوق شعبنا مقدسة رغم كل الضغوط صنعاء مصممة على استعادة مرتبات القطاع العام في كل اليمن بصفة منتظمة ومستدامة أما بالنسبة لمرتبات ست سنوات المنهوبة فيقول إن صنعاء ستستعيدها إما دفعة واحدة أو على دفعات مروان الغفور يرد على حسين العزي ويقول أو يعلق على الموضوع برمته ويقول أشك في إمكانية أن يقبل الحوثيون بتمديد الهدنة الأجواء ملخبطة في إيران والنظام هناك على أعتاب مواجهة شاملة مع شعبه من الجيد له أن يلخبط بعض الأوراق الدولية وفي مقدمتها اليمن اشتراط الحوثيين أن تدفع الحكومة رواتب الجيش والجنة الشعبية وبعملته من الريال يؤكد ما نقوله اختاري الحب أو الحب فجبن ألا تختاري يحب الحوثيون الهدنة ولا يحبونها أما سبب الحب فالهدنة يا رعاك الله تساعد الجماعة على ترتيب أوراقها تطوير قدراتها والحصول على استراحة لماذا قد يكرهون الهدنة؟ إليك هذه الحادثة في سبتمبر الماضي طالبت قبائل بن الحارث في صنعاه بسجن محمد علي الحوثي أسوة بمشايخ من نفس القبيلة سجنهم الأخير لم يكن أحد يستطيع وفق مراقبين أن يطالب بمثل هذا في ظل الحرب وما يسميه الحوثيون بالعدوان وضع الحرب يؤذي الجماعة ينمي في داخلها الخلافات ويظهر ضعفها أمام الناس قبائل بن الحارث لكن الله المستعى الوجع كائن في بن الحارث في صغير في كبيل في شيخ في مشيخ في معاكم لكن الله المستعى الكمل هو لله محض مقصو من الغلط وانتي أبو أحمد فوق روزان وانت رئيسة لجنة العدلية ما دام وانت رئيسة لجنة العدلية وقفت المشايف ثمانية مشايف وانت تتوقف يا طاحبي في المركزي مثل ما اتتوقفوا كلامتكم كيف أثرت الهدنة على الشرعية والحوثيين عملياً استغلت تحالف الهدنة لاغتيال لنقل لاغتيال الشرعية واستبدالها بمجلس رئاسي دعم الميليشيا على حساب الجيش ولم يفي بمعظم وعوده الاقتصادي على الناحية الأخرى تمكن الحوثيون من تحسين الأمور العسكرية لديهم ميناء الحديد الكنز الكنز الذي تركه التحالف بين أيديهم وقد كان قبقوا سيني أو أدرى من تحريره لديهم إيران تدعمهم بألف طريقة وطريقة ينكرون طبعاً هذا الدعم ويقولون إن ما حدث للجماعة من تطور عسكري مرده ويال الغرابة إلى الجينات الوراثية لا نريد أن أتحدث أنت تعرف الوضع اليمن أكثر مني هل هذا أصبح ينتج كل هذه التكنولوجيا يا كمال عندما حصرت كوريا الشمالية لماذا وصلت إلى هذا المستوى عندما حصرت أيضاً إيران لماذا وصلت إلى هذا المستوى نحن استفدنا من تجارب كثيرة وهذا لا يعني أننا استفدنا من إيران ومن كوريا الشمالية ومن روسيا ومن غيرها لا يعني ذلك شيئاً نحن أيضاً في الأخير الدولة ونتعامل مع احتياجاتنا ومطلباتنا الأساسية للدفاع عن بلدنا ومن حقنا سواء كنا عن السفيد من خلال الخبرات الأجنبية أو من خلال العقول اليمنية التي أيضاً صارت اليوم لها مقدرة على أن تصنع ولا أن تدير وعلى أن تفعل معركة لأنه في الأقير لم يثبت أن هناك جندياً أو خبيراً عسكرياً إيرانياً أو مهندساً إيرانياً كان موجود في صنعها إلى اليوم لم يظهر مثلاً على الأقل من خلال الحرد ثمان سنوات من خلاب التشهير والتشويه بأن اليمني هذا لا يصنع اليمن لديه تاريخ اليمن لديه جينات راثية يعرف عنها الألقاصي والداني اليمن لديه جينات راثية يعرف عنها الألقاصي والداني سيطروا على جيناتكم يخشى اليمني بعد هذا الكلام أن يفقد السيطرة على جيناته فجأة في الشارع ويمشي بين الناس يصنع القنابل والصواريخ لا يقف تباهي الجماعة بقوتها عند هذا الحد تحمس محمد علي الحوثي وقال إن جماعته مستعدة للمساهمة في تأمين فعالية كأس العالم لا بد أن نشير الآن إلى هذه المعلومة يوم أمس اليوم اللي راح من عمري راح حاول الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي نحو مكان لا نعرفه لكنه انفجر فوق رؤوسهم محمد علي الحوثي يعرض خدمته ويقول مستعدون للمساعدة من خلال المشاركة في تأمين فعالية كأس العالم إذا تطلب الأمر لدى الشقيق قطر بعد هذا كله كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه كيف عصف تعاصفة الحزم بالشرعية ولماذا تمكن الحوثيون بعدها أكثر ما الذي سيفعله المجتمع الدولي مع تعنتهم وهو الذي دل لهم لسنوات بايدن ينتظر الانتخابات النصفية ما الذي سيفعله هو الآخر حتى لا تتأثر إمدادات النفطي وأسعاره وبأي طريقة ينظر التحالف اليوم إلى نفسه وهو يرى منشآته تحت التهديد هل ستثور حميته وينتصر لأمنه القومي أم إن الحسم العسكري لم يعد أصلاً ضمن خيارته هذه أسئلة دون إجابة تفتحها الآن معكم حتى نراقب ما سيحدث على بينه هذه بعض المواقف الدولية اليوئين تقول العربة مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لليمن عن الأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة التي أبرمت في الثاني من قبل الماضي قال في بيان صادر أثمن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي سأستمر في العمل معاكل الجانبين لمحاولة إيجاد حلول السفارة الأمريكية كان لها رأي أيضاً قالت أو أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن بتاريخ الثاني من تشرين الأول أكتوبر بدون أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق لتمديدها السفارة الفرنسية أيضاً تقول تأسف فرنسا لعدم تجديد الهدنة وعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها المباوث الأممي الذي تؤيد فرنسا عمله تأييداً كاملاً